أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفار يقول الإنسان يومئذ أين المفار كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وافلح من يصل على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين يشرفنا في هذا اليوم المبارك أن نزف أزكى وأعطر التهاني وأسمى آيات التبريك لمولانا صاحب الأمر والزمان المنتظر الموعود عجل الله تعالى له الفرج ولمراجع الدين العظام والعلماء العاملين الأعلام وللأمة الإسلامية خاصة شيعة أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ولادة بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وريحانته مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأسعد الله أيامنا وإيامكم ونسألكم الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار يا سلمان حب فاطمة ينفع في ماءة موطن أيسرها الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه ومن رضيت عنه رضي الله عنه ومن غضبت عليه فاطمة غضبت عليه ومن غضبت عليه غضب الله عليه يا سلمان ويل لمن يظلمها ويظلم ذريتها وشيعتها بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد نبدأ احتفالنا البهيج بكلمة لهيئة العدل المنتظر للتعليم الديني يلقيها السيد علي السيد حسين فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وقت المشاهدة فعلا وقت المشاهة وقت المشاهدة وقت المشاهدة وقتم المشاهدة بقريوب وقت المشاهدة اللين أعوذ بالله من الشيطان العوي رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم أجمعين يا رب العالمين السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفهم قولي السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسني والحسين سيدي شباب أهل الجنة سيدتي ومولاتي لك الحب والولاء من كل من ينتمي لهيئة العدل المنتظر الإسلامية لك الوفاء والإخلاص ولتعاليمك النيرة لكي ولسيرتك الجهادية المخلصة من أجل الدين لكي كل الانتماء ولحفيدك المنقذ المخلص السلام والتسنيم لصاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء نبارك لك يا سيدي ويا مولاي ميلاد جدتك فاطمة الزهراء عليه السلام ونبارك للأمة الإسلامية جمعا ولكم أيها الحضور الكريم تحية لكم أيها السادة الكرام باسمي وباسم لجنة أو مجلس إدارة هيئة العدل المنتظر وباسم مدرسيها وطلابها وجميع منتسبيها ويبارك لكم موليد فاطمة الزهراء عليه السلام وتمنيا وداعيا لي ولكم بحياة مليئة بترجمة انتمائنا لمذهب أهل البيت عليهم السلام أما بعد فهذه كلمة قصيرة أتمنى تكون بلسم على قلوبكم وأرجو الاستماع لها بتركيز وتمعهم الكلمة طبعا راح تكون مختصة بهيئة العدل المنتظر الإسلامية إن أهم مشاريع هيئة العدل المنتظر الإسلامية هو التدريس الديني في قرية المرخ العزيزة حيث كان بمسمها السابق هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني دليلا على أهمية الدروس الدينية في مجتمعنا الصغير إلى أن تغير اسمها لهيئة العدل المنتظر الإسلامية ليكون اسما أشم وأعمل وأعم فيما يتعلق بالدروس الدينية نبدأ نقاطنا السريعة بالدروس الدينية الاعتيادية أي أعني بالدروس اليومية في كل أسبوع الدروس الاعتيادية ولله الحم تسير بشكل منتظم ومستمر قدر المستطاع وبمتابعة من الهيئة للطالب نفسه وطلبنا هنا من هذه المنصة برجاء تعاون الأسر الكريمة بمزيد من متابعة لحضور أبنائنا الكرام وحثهم على الحضور والاهتمام بالدروس فرصيدهم ونتائجهم ستكون دنيوية واخروية لهم ولكم إن شاء الله وبدورها هيئة العدل المنتظر الإسلامية ولمتابعة الطلبة في الحضور ولزيادة التواصل بين الأسر الكريمة والهيئة تم إنشاء مجموعات برامج تواصل في برنامج الواتساب للطلبة وأخرى لأولياء الأمور يتم فيها عرض أخبار الهيئة ونسب حضور الطلبة ومشاكلهم والتواصل مباشرة مع الأسر كما تم تعيين مشرف ميداني ليتابع عملية سير الدروس الدينية بشكل سلس وتسجيل حضور الطلبة وسيكون مسؤولاً عن الأمور التنظيمية الأخرى منها متابعة المدرسين والنواقص إن وجدت والقرار المهم هنا وأهم هذا القرار مهم للطلبة فليستمع إليه أولياء الأمور أيضاً القرار المهم هو أن تسجيل حضور سيكون في أول عشر دقائق من كل درس فقط وذلك بسبب أنه لوحظ حضور كثير من الطلبة بشكل متأخر ولوحظ تواجدهم في الطرقات في أوقات الدروس الدينية وأكرر أول عشر دقائق فقط من الحصة ومن ضمن الدروس الاعتيادية هو درس تعليم الصلاة في ملحق المأتم كما أن جميع الدروس المذكورة آنفاً تقام في مأتم المرخ أيضاً شاكرين لهم حسن تعاونهم كما ندعو الأهالي لضرورة متابعة أبنائهم ليلياً لحضور الدروس الدينية وملاحظة أثر التعليم عن عدمه من خلال النقاط التالية يعني تابع ولدك حتى تعرف وتتأكد أن حضر مو مجرد أنك تسأله استفسر منه ماذا كان الدرس في هذه الليلة ما هي النقاط المهمة ماذا استفت ماذا أضاف لك الدرس وما شاء الله أما فيما يتعلق بالدروس الموسمية أو الدورات فبداية أن هيئة العدل المنتظر الإسلامية افتتحت حلقة للدروس لمرحلة ما فوق الثانوي هناك حلقة للدروس لآبائنا وإخواننا اسمها ما فوق الثانوي يوم السبت كل السبتية عصراً الساعة الخامسة في المسجد الشمالي درس فقهي يقدمه الشيخ عبد الحسين المرخي كما أنه كما أنها تقيم برنامجاً موجهاً للطلبة المكلفين حديثاً وهو برنامج يقام كل عام يستهدف الفئة المذكورة وقد تم في هذا العام بالفعل هذا البرنامج وكان فيه استضافة عدة مشايخ مختصين أقاموا دورات فقهية وأخلاقية واجتماعية وقد تم زيارة السيد عبد الله الغريفي حفظه الله في مجلسه المعمور ضمن البرنامج المعد لهذا العام والذي تبقى منه محاضرة فقهية وبرنامج ترفيه للطلبة المكلفين سيعجل بهما إن شاء الله كما أنه سيتم تكريم المكلفين في الاحتفال المركزي الذي يقيمه مركز الشيخ المفيد في معتم السنابس في شهر بريل المقبل إن شاء الله أما بالنسبة للقرآن الكريم فبالإضافة لوجود دروس في قراءة القرآن وهو درس القراءة الصحيحة للقرآن الكريم لجميع المراحل الدراسية بشكل عام هناك أيضا مركزا لعلوم القرآن في هيئة العدل المنتظر يشترك فيه الطالب بمبلغ رمزي لمدة ثلاثة أشهر هذا المركز هذا المركز يركز على الطالب إنه يجيد القراءة بالتجويد والقراءة الصحيحة وبشكل روايات إن شاء الله الكل يستفيد منها كما تعمل الهيئة على تخريج جيل واعي أخلاقيا وتربويا وثقافيا تعمل أيضا على تخريج جيل واعي قرآنية أما من جانب الأنشطة في هيئة العدل المنتظر فقد تم تنظيم رحلة في الأسبوع الفائت لجميع طلبات هيئة العدل المنتظر بلست إثناء راحة إن شاء الله يكون الرحلات القادمة فقط للحضور بنسبة 60% أو أكثر الرحلة التي طافت تم تنظيمها لجميع الطلبة بسبب أن آخر رحلة كان منذ فترة بعيدة هيئة العدل المنتظر تهدف وتعمل بكل جهد ليصل هذا الجيل لأن يكون جيلا واعيا إسلاميا يحقق الأرضية لظهور القائم من بيت آل محمد الله صلى الله عليه وسلم قال الباقر عليه السلام أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد نشكر السيد علي السيد حسين على كلمته نيابة عن هيئة العدل المنتظر ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وإن شاء الله هذا الجيل يتعلق بالتعليم الديني لما له من أهمية كبرى والآباء يحثون الأبناء على مواصلة الطريق لأنه السبيل الوحيل بعد المنبر الحسيني للنيل من علوم أهل البيت عليه السلام يقول الإمام الخميني عن الزهراء عليه السلام إن مختلف الأبعاد التي يمكن تصورها للمرأة وللإنسان تجسدت في شخصية فاطمة عليه السلام فالزهراء لم تكن امرأة عادية بل كانت امرأة روحانية امرأة ملكوتية كانت إنسانا بتمام معنى الكلمة نسخة إنسانية متكاملة امرأة حقيقية كاملة لم تكن امرأة عادية بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت أما الآن فمع القرآن الكريم مع المقرأ حسين الموالي فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أراد المتابعة سوف أقرأ ما تيسر من سورة النور من آية صفحة 354 من آية 355 إلى آية 38 صفحة 354 من آية 355 إلى آية 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار قال الإمام العسكري عليه السلام إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم نشكر القارة حسين الموالي على تلاوته العطرة ونسأل الله أن ينور قلوبنا وقلبه بالإيمان علوم الزهرة من هلنا ولوراد بذكرها يحلى تسبيحي ولوراد حضرنا الحفلة المولد ولوراد نقدمها الرسول الله هدية تروح الروح من جسمي وردها الفرحة اليوم جاذبها وردها ليلة الدنيا فواحة وردها تفوح بمولد الزهرة الزجية بحر الجود والحكمة فضلها وكل الواد متأمن فضلها أم الحسن على العالم فضلها مثل فضل مثل فضل النبي سيد البرية أما الآن فمع قصيدة للشاعر سيد هادي الموسوي فليتفضل مزفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أرفع إلى المقام السامي رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى المراجع العظام أسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى الولادة الشريفة لسيدة نساء العالم والعالمين فاطمة أم أبيها عليها أفضل الصلاة والسلام نزل جبريل على الهادي يبشر فاطمة الزهرة يقل لنسمة الميمونة تضل بشوق لك بشرة ومنها نسلك الطاهر أئمة نور لليسرة هي الآمر بها الله من الجنة هي حرة بعد ما وحدة توصلها هي الطاهرة الحورة لما نرى تبارينة بإرادة قوة وقدرة على العالم نسايمها تهب بليلة القمرة ولما انقربت الساعة خديجة تخاطب بعبرة نسوة قريش تجيها تليها بساعة العسرة لكنها رفضت الموضوع وخلتها تغتل الجمرة اغتمت خديجة بهم وصارت تذكر الفكرة لحظة أولا أربعة أنوار من نساء الجنة بالحضرة يجني باشروها بروح يحمل النور للغرة يقولا احنا خدامك تطيب القلب للبشرة يجينا وياك نستقبل أساس النور للعطرة ولين الفخر لو جيناك ترى المولودة هي كبرى يجينا وياك نستقبل أساس النور للعطرة ولين الفخر لو جيناك ترى المولودة هي كبرى وقفا عند خديجة بشوق باليمنى وحدة ووحدة باليسرة ووحدة بين ياديها ووحدة بالخلف تقرأ ومن الجنة إجت الحور عددها توصل العشرة وكل واحدة بتشت دخلت ويا بريق متعطرة ولين جبريل على الصوت يصلي على النبي بفجرة وقل لي قوم يا مختار شوف أنوار من تشرى هس بيتك الأخبار قو من ولدة الزهراء أثاره فينا ريب الشك وسلوا الصارم المرهف وعلينا دارة التهمة بكلام الوهم ما يوصف قالوا إحنا مو إسلام عصبة للكفر نعرف ما نعترف بالقرآن يقولوها بحقد أقرف قالوا فاطمة جتنا كتاب تسمى بالمصحف بديل السور والآيات وصار المصحف الأشرف هو لبيدنا ونقراه وإحنا بمحتوى أعطف والمستغرب الأعجب من ضحكات هالأسخف يسوق التهم لينا بجور وهو من سبنا ما يتوقف كل يوم لي رننا بصوت وعلينا القلم لا ما جف جاهل علم ما يعرف شنهي معاني المصحف ليش سميناه شدي يعني كفر من نوصف هذا كتاب هذا كتاب منزل بعد النبي الأشرف فيه الرواية تخبر عن باقر نهل الألطف ينزل إليها جبريل بمر الإله الأرأف ويا بعد إسرافيل وميكال عندها مصطف ليلة الجمعة جوها وليها الأماني تنزف جوها وتصلي بالليل ومنها الدمع ما ينشف بلغوها سلام الباري وردت عليهم بألف فيه خبر كل ما مضى وما يكون من القطف حتى القيام الأحداث مذكورة بها المصحف فيه عدد خلق الله وكل الأسامة تعرف أسماء الرسل ويا الناس من مؤمنين وصلف واسماء كل البلدان شرق وغربها تلتف حتى الطواغي تلهم حصة بذكرهم تنصف حتى الطواغي تلهم حصة بذكرهم تنصف فيه عدد من يسكن بالجنة بلا خوف واسم اللي يدخل بالنار ليه العذاب ويقصف فيه علوم القرآن مدى الحياة يعرف كل ما إجت بالتوراة مذكورة بها المصحف والمعرفة من الإنجيل الفاطمة يتشرف وهذا الزبور بعلمه فيه المنارة بكل حرف مصحف بتول الأطهار الك الإمام مشرف من فاطمة الحيدر حتى القائم الأعطاف يبقى إلى يوم الدين أخبار بيها تعرف محمد بعد ما إجت إلى المسجد عليها لا ثمي الأخمار حجاب حجاب عرش الله وتمشي بمشية المختار بالمسجد جمع حاضر من الهاجر مع الأنصار جمعتهم نفاق غدور تقصي والد الأطهار أوامر صادرة بأحقاد أصدرها ليريد الثار الأول هو الحاضن هم يدير الجمع هالغدار وإجت فاطم وإجت فاطم هي بتلب لسانه ليلهج الأذكار وبعد ما حطه الساتر المانع عن النضار بدأت تخطب الزهرة بثناء الحمد للجبار وراحت توصف الخالق بعقيدة ما بها إكسار عقيدة توصف بالتوحيد عزيز القدرة والجبار إله بكنها ما يوصف هو الممتنع علب صار وراحت تتلو عليهم بيان بداعة بالإقرار الربوبية للخالق يضل واحد بلاء كثار وذكرة سيد الأمة أبوها الجالب الأنوار وعليها بشوقها صلب صلاة الله على المختار وشهدت بالعبودية إله بالرسالة البار قبل ما يبعث ربي إله البار يختار من عالم الذر هو نبي بذ في صدره الأسرار ثم أنت بأنه إله شبحة الأنظار أني فاطمة تعرفوني أبوي أحمد المختار كلامي بلاشطة معصوم كل اللي أقوله صار صلى على محمد مو أنتوا كنتوا قبل الدين وقبل ما ينزل الإسلام كانت بيكم الأفكار تدور بخاطر الأوهام ما كان القتل مألوف وحرب الطاحنة أعوام وبعد تنسون ما بيكم عبادتكم إلى الأصنام وصرتوا بله وما مثله تستقسمون الأزلام وصرتوا مدقة الشارب دائم منكسين العام وصرتوا قبسة العجلان وموطع صاحق الأقدام وتقتاتون بالذلة القدد جنكم بلا أرحم شربكم ردق ابك اليوم مثل الشرب للأنعام فأنقضكم بابو يلا شنها يقضت الأحلام وبعد التي والتي وصوابات بالأسهام وبعد ما للحرب نار توقدو عب حقد واضغام وكل ما ظهر للشيطان قرن الضلالة العدام أو فغرة فاغرة منكم قد في حيدر يكون العام قد في حيدر إلى الميدان بغضب شاهر إلى الصمصام ولهبكم يخمد بسيفه فداء المرتضى الضرغام حروب في ذات رب الكون فرج عن كربة المقدام وبينتصر شرع الله وبك البلد اسمه قام لكن من رحل عنكم رسول الله أبو الأيتام أظهرت النفاق بشر نفاق الفاق الأوعام وفيكم نطق باطلكم وعلينا دارة الأيام وجعلتوا كتاب رب الناس خلفكم ما إليه إعلام وإنتوا تدربوا علومة هداية نور للآنام وتدرب حيدر الوارث وريث الهادب الأكرام هو نكس الرايات سعلوا عنا طاغ الشام أما الغراب الأعجب ميراث من هذه الدين تبتزونه وكتاب الله ينص عليه بالتبيين شايف الأرث عندك صح وأنا تقول ما تورثين جيت برواية كذاب ما بها أبدا تمكين هذه السور والآيات عليها الملم التفقين آية أرث يحيى النبي من والدي بالتعيين وكم آية تذكر الوصية للوالدين والأقربين مو الله بالأولاد وصى للذكر مثل حظ الإنسين كيف بكذبكم تزعمون ما ليه أرث أمني الأمين يعني يلا خصكم بآية أخرج المختار منها كاذبين قلت الورث ما ينطبق اعلى الذي من ملتين وأنا وأبوه يبدين واحد ملة وحدة مو إثنتين لكن عجب تفسيركم للآية وللآيتين سبحان الله ما كان النبي قوله مخالف للدين منه اللي جاكم بالوحي غير منار الكونين أعظم ظلامة من كذبكم اعلى الهداية يا سين وهذا كتاب الله ينطق صبحوا مثل يوم الدين من آل يعقوب الأرث أقروها عدل من تبهين وفصل في الوراء الميراث انثوا ذكر بين وبين لكن نفسكم سولت حقي ومني مختصبين صبري جميلة نصبرة والله عليكم المعين باطل فعلكم باطل وانتوا إلى اللمسيئين هذه الخيانة واضحة وانتوا بغدركم باقين اسأل عنها داعش بالجرم منها ترنترهابيين تفجيروا قطعوا للروس قتل الناس فيك الحين كذب قالوا لقاء الحور يا حور اللي لها متهيئين ربكم على الكرسي قاعد بلا توحيد مدينين لي لحيو شعر بالراس رعوا بربكم يا متخلفين قلبكم قاسي يا أرجاس يا أنجاس منتم الطهرين بريء الهادي المختار من فعلكم يا مندحرين انتوا الفرع منصهيون وانتوا الاصل الكلبين منظركم قرف ما ينساخ قلبكم بغطاء الرين أياديكم بدي ما تكتر أياديكم بدي ما تكتر ولا إلها الفعلم تنكرين ورست الشمر ارهابة وتقولوا بالذبح منتصرين هيهات وألف هيهات يمكنكم إله الدين جاي النصر للإسلام باسم حسين وبالسبطين جاي النصر للإسلام باسم حسين وبالسبطين وباسم القائم الموعود بإذن الله مدحورين وعليكم لعنة التاريخ عليكم تبقى مرل سنين علمكم نسود مسقى ونرفع راية الطيبين وما ليكم بلد تأويكم تضلوا دوم من كسرين حتى اللي رفع رايتكم وبباله دعب متسلعين بيشيل الإيد يتراجع وبيرق غط وبيرفع غطاء التمكين بعد ما الناس عرفوهم هم الآن مكشوفين لعبتهم غدت مكشوفة وبالعالم غدا ومعروفين حشد الحسين الصامد ملكم ثراهم طهرين عزمهم عزم ابو فاضل عزمهم صرت مطرودين وراية مذهب أهل البيت منشورة بأبد السنين ولك يا داعش تفهم شيعة علي المنتصرين من بغداد للموصل علي الكرار مأمونين يلي محاصرينك بالدراس وانتهي بدارك نظر لك من كلمة الأحباب يا أسد حيدر يا غضنفر انت من أيام صغرك ويا الله قلبك اصبر انت من خط الأيمة انت قائد انتهي البر انت من سيد الأيمة انت من سيد البراية ثاير على كل منبطر انت من كأفل الحورة والوفاء انت القمر من على الأكبر صمودك وانت مثل ما خسر انت من جاسم شعارك بالمذلة انت الكفر من زهير من برير انت في الحسم الهزب انت من عاب السباتك مثل للموت انتظر ما يهاب من المنية ولا تقول عنا انكسر انت من وحي الخطابة منك الخصم انقهر انت من عمق الفقاهة بالفكر صوتك ظهر انت بالحكم قيادة من علي خطا حدر انت في حب الولاية مثل ما يثمم صهر انت من سلمان فكرة فيها من بعد النظر انت من تقوى ابو ذر بالتحدي لو اصر انت في الميدان مرعب مثل مالك الاغر انت من موقف زرارة على الشيطان امتصر من حبيبي لك مهابة ما مثلها في الاثر وانتهي الفيض بحنانك وبعلي انت الابر من كميل انت زلازل في البلاية لو صبر انت من عمار باسل علمي عن صبر القدر من ابن يقطين هيبة وبصدق شاع الخبر من هشام البارع انت في خطابك كالدرر من بصير من بصير ابو البصيرة من نحب شرع اللقر انت من منهج الجعفي حامل بقلبك غيار من علي ابن نباتة من نحنت على الاثر اوجه ابنا عين انت والعقيدة الها ثمر انت حكمة من الخميني بيها يتشط الخطر وانت عم من الصدر فكرة شاع صيته وانت شر جامع الصادق يا عزنه ايه لك مشتاق النظر خطبة الجمعة تنادي وين معنسنا يا منبر الناس مشتاقوا لغوفة لبسة اكفان الخطر للمنية جت تلبي للفقيه اللي صبر ربي الاعمار خذهه واحفظا ربي دهر هذا موثوق المراجع بيعزتنا اندخر واجعل ربي بامانك واحفظا منك الخطر واكشف الغمة يا ربي حق سادات البشر مدنه بنصرك الثابت فاطمة ام الغرار مدنه بنصرك الثابت فاطمة ام الغرار واحفظ من صلى على محمد واقلم حمد الله وص� على المحمد والدي محمد الله وصلى على المحمد صلى على المحمد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد أما الآن فمع كلمة الحفل مع السيد محمد الغريفي اللي يتفضل مصحبا بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نبارك لكم هذه الولادة الميمونة للصديقة الطاهرة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ونحن نعيش هذه الذكرة والتي نستلهم منها الدروس والعبر فما أحوجنا إلى هذه المناسبات لنتزود ولنتعبأ بها روحيا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا وعقائديا هكذا هكذا هي مناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علينا أن نترجمها على أرض الواقع وإلا أصبحت حالة باهتة حالة شكلية لا يمكن أن تدوم أمام هذه التحدثة والشديات والمنعطفات وكلما ارتقينا بمستوى هذه المناسبات بوعيها بعطائها بفكرها بسلوكها بأخلاقها ارتقينا بمستوى هذا الجيل الذي يواجه هذه التحديات ونحن نعيش ذكرى الزهرى عليها أفضل الصلاة والسلام فلننفتح على عبادتها فهي العابدة الزاهدة ونقيس ذلك على واقعنا هل اقتربنا من عبادة الزهرى؟ فهنا يكون الأثر الكبير على أنفسنا عندما نجد اقتراباً واضحاً في عبادتنا لعبادة الزهرى ومن خلال هذه المناسبات نقترب من أسرة الزهرى وما أعظمها من أسرة أسرة علي عليها وضل الصلاة والسلام حيث اتسمت بالبساطة والإيمان هكذا هي حياة الزهرى عليها أفضل الصلاة والسلام فهل هذه المجتمعات وهل هذه الأسر تجد نفسها في مسار أسرة الزهرى وعلى نهج الزهرى عليها أفضل الصلاة والسلام وللأسف أقول أننا إذا حاولنا أن نقارب حياة الزهرى بحياتنا اليومية سنجد فارقاً كبيراً وكبيراً وهي التي قبلت أن تعيش البساطة مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من بداية تكون هذه الأسرة إلى أيام حياتها فهل نجد في واقعنا اليوم من يقترب إلى هذه الحياة وإلى هذا النموذج الكامل من حياة الزهرى عليه أفضل الصلاة والسلام للأسف أقول أننا ابتعدنا بعداً كبيراً عن هذه الأسرة النموذجية ولذلك اليوم نجد في واقعنا هذا التمرد وهذا الانحراف وهذا الضياع كل ذلك نتيجة بعدنا عن نهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قد نسمع ذلك من على المنبر أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قد خطب الزهراء بمقدار يسير من المال وكلنا يعلم ذلك ولكن في واقعنا أن نطبق ذلك أم هناك مفارقة بينما نفهمه وبينما نسمعه من حياة أهل البيت وبينما نمارسه ونطبقه على أرض الواقع هناك فرق كبير فهل نجد ذلك اليوم في حياتنا نموذج حياة وأسرة الزهراء اليوم باب المثال اليوم إذا بيتقدم شاب إلى خطبة فتاة من أول ما يبدأ اليوم تحولت هناك كثير من الممارسات وهنا ينبغي أن نقف عندها كان إذا بيتقدم هذا الشاب ياخد والده ياخد عمه ياخد أحد من أخوانه يروحون ثلاثة أربعة يتقدموا إلى هذه الأسرة أما اليوم ليلة المواساة تحولت في حد ذاتها إلى عبء إضافي على هذه الأسر كأنما ليلة زواج وليلة حفلة عقد ربما هناك من يقدر على ذلك وهناك من لا يقدر على توفير هذا الأمر لكن المجتمع ينظر إلى بعضه البعض فلان سووا إليها فلان سووا إليه كيف أنما يسوهون لبتي كيف أنما يعملون لبتي فأصبح هذا الفقير ينظر إلى واقع هذا المقتدر لكي يصل إلى مستوى وأصبحت اليوم هذه المناسبات تمثل عبءا ثقيلا على هذه الأسر على أبنائنا على فتياتنا انتهينا من ليلة المواسات جينا إلى ليلة العقد قسموها بعد قسمين قسم للعائلة ليلة أفراد العائلة ما بنسوي شيء بس أفراد العائلة وأفراد العائلة الله يبارك فيهم ما شاء الله بعد عدد ما شاء الله أفراد العائلة وليلة ثانية حق أبناء المنطقة ندعو فيها أبناء المنطقة ليلة ثالثة حق النساء نخصصها للنساء كم تكلف هذه الممارسات اليوم الواحد يقول إذا أنا ما عندي عشرة آلاف دينار ما أقدر أقدم على خطبة ستة سبعة آلاف دينار تكلفني ما أقدر اليوم أوفر مما سبب شنو تأخر شبابنا اليوم فتياتنا نساء نتأخروا في عملية الزواج وهذا ألقى بثقله على المجتمعات على الأسر واقع الأسر من تصدع من انحراف من ضياع كل ذلك نتيجة ماذا؟ نتيجة نحن نساهم فيها فالحذر الحذر أيها الأحبة ولربما الأمور في ازدياج وليست في نقيصة كلما تطور هذا المجتمع تقدمت هذه الأمور وتطورت هذه الحاجات سنجد بعد ذلك يتقدم العمر بهذا الشاب ويتقدم العمر بهذه الفتاة إلى أن تصل إلى حد العنوسة ولم تتزوج بعد أين الخلل؟ نحن نعرف تعاليم أهل البيت وسمعناها ولكن هناك تباين واضح بينما يكون على هذه المنابر وبينما هو يمارس على أرض الواقع هذه المناسبات أيها الأحبة ينبغي أن تحاكي هذا الواقع تلامس احتياجات هذا الواقع تعالج تحديات هذا الواقع فإذا انفصلت هذه المناسبات عن هذا الواقع تراجع وتخلف هذا الجيل وهذا المجتمع واليوم المؤسسات الأمينة النظيفة النقية التي يمكن أن نأتمن أبناءنا عليها هي هذه المآتم وهذه المساجد فإذا هذا الجيل لا يجد اليوم ما يلامس احتياجات وما يعالج تحديات لن تجده معك في غير هذه الأماكن قراءة سريعة لهذا الواقع الاجتماعي اليوم في إحصائية عدد حالات الطلاق في اليوم الواحد خمس حالات طلاق في اليوم خمس حالات طلاق في اليوم في الأسبوع كم بناخذ من يوم الأحد إلى يوم الخميس خمسة وعشرين في السبوع خمسة وعشرين في الشهر خمسة أيام في خمسة خمسة في خمسة لا نحن ناخذ من يوم الأحد إلى يوم الخميس من يوم الأحد إلى يوم الخميس خمسة وعشرين في الشهر مئة مئة في الشهر مئة في السنة ألف ومئتين حال الطلاق ألف ومئتين حال الطلاق في قبال ذلك كم نسبة الزواج هل يصلوا إلى مقدار النصف أو أكثر شوي هذا واقع أيها الأحبة أضف أضف إليه تأخر الزواج والعنوسة والنتيجة عليكم فإذا لم يكن هناك نظر جدي إلى هذه التحديات الأعداد الأعداد مرشحة إلى الإزدياد وإذا زادت هذه الحالات سرعان ما ينحرف هذا المجتمع لأنه لا يجد لما يلبي احتياجاته الروحية والنفسية فبلا شك أنه ينحرف هذا المجتمع فمن هنا ينبغي لنا كمجتمع ينتمي لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن نعمل وفق ما أراد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من جاءكم ترضون دينه وخلق فزوجوا هكذا هي المعايير لا أقول هناك يكون تسيب ولا يكون تزمت وتشدت في هذه الأمور علينا أن ننظر بعين الواقع لكي نرتقي بمستوى هذا المجتمع بمستوى التحديات التي تحوطها أبنائنا شبابنا اليوم شاب اليوم يوصل لأربعين سنة عمره يقول لك أنا ما أقدر أسولي مكان ولا أقدر أزواج مصير وين هذا يكون يتفلت في المجمعات يتفلت في السينما يتفلت في بعض الأماكن لأن هناك احتياج هناك كبت في داخله يريد أن ينفس عما في نفسه فيبحث له لربما عن طرق الحرام ونكون نحن مساهمين في هذا الأمر علينا أيها الأحبة أيها الآباء النظر بعين الواقع والجدية أن نسهل هذه الأمور لنحصن هذا المجتمع ولنحمي هذه الأجيال من الانحراف والسرقة هذا بصورة سريعة وكذلك ما ينبغي التنبه له ونحن في هذه المناسبات الكبيرة العظيمة لربما قد البعض يستغرق في خطاباته في التأريخ وهذا أمر ضروري ولكن علينا أن نسقط التأريخ على واقعنا لنجد المقارب بين ما هو موجود في التأريخ وما هو يمارس على أرض الواقع فهنا من الضروري أن يكون هذا الخطاب مسؤولا عن هذه الشريحة عن أبنائنا عن فتياتنا في تربيتهم في توجيههم في تثتيفهم وهذه مسؤولية هذه المؤسسات مسؤولية هذه المنابر التي اليوم تقيد ويفرض عليها قيود فمحتاجين أيها الأحبة أن نحمل هذه المسؤولية كما أرادها الله سبحانه وتعالى أن نؤدي هذه الأمانة نثقف نربي نوجه نرشد هذا الجيل الذي تحوطه تحديات كبيرة وخطيرة منه كان يتصور أن في قرآننا وفي مناطقنا يصير سينمات ويصير مجمعات تجارية اليوم زحفت هذه المجمعات التجارية والسينمات زحفت إلى هذه الأماكن تسأل عن ابنك وينك ما جيت المسجد قال أنا في المجمع وينك ما حضرت المأتام قال الليلة في فيلم في السين محاطين هذه مشاريع مدروسة ليست عبثية وإنما مخططة لتغريب هذا الجيل لمسخ هوية هذا الجيل لإحراف هذا الجيل وهناك من يساهم بصورة وأخرى لهذا الانحراف ومحتاجين اليوم أن نحرك هذه المناسبات ونسقط هذه المناسبات على واقعنا أن نكون منتمين لأهل البيت انتماء فعليا وليس فقط نحضر المأتم ونستمع ثم بعد ذلك ماذا يكون لا شيء نحن نحن في مدرسة غنية أيها الأحبة لن تجدوا هذا الأمر في أي مكان أنتم بخير بنعمة الولاية وهذه مدرسة عظيمة من مدارس أهل البيت نتربى فيها نحصن هذا الجيل عن كل التحديات عن كل المخاطر فلا نتهاون حتى على مستوى الخطاب اليوم بعض الأخوة بعض الأحبة يقول نحن فقط نجيب الخطيب حتى نسمع مننا الحسيني فقط ما نبى مواضيع فينا مطمن الناس بهكذا هذا خطير على المنبر خطير أن نمارس هذا الدور بهذا المستوى يقول اله لابد أن نقف على دروس ومواعظ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لنحمي هذا الجيل ربما هذا يقول لك اليوم يحضر يستمى وإذا به صلاة قضاء وإذا به ممارسات كلها فيها تمرد على أحكام الله ما قيمت ذلك وين وين هالتربية وين هالتعليم هذه مسؤوليتنا اليوم أمام الله سبحانه وتعالى كلما كبرت هذه التحديات ازدادت المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول لا حد يقول أنه ليس مسؤول الأب يقول اليوم الحمد لله موجود تعليم ديني في المنطقة بود يا أولادي انزال انت مسؤوليك بعد انت هنا مسؤول أيها الأب في حصائية بصورة سريعة يمكن أطلت عليكم في حصائية في بعض المدارس الآن سووا نمط في المدارس التعليمية الأكاديمية فصحتين فصحة إلى الأكل الأكل وفصحة إلى الصلاة صح؟ صار وقتين عندهم أو طولوا فترة اليوم الدراسي وسووا لهم فصحتين زي؟ بعض الإخوة جزاهم الله خير سووا استبانة عن الصلاة كم تصورون النسبة؟ ثمانيين بالمئة ما يقدون الصلاة ثمانيين بالمئة عدد خطير عدد خطير وكبير موسهل هذا يجون يسألون الأبن صليت وين؟ قال أنا صليت في المدرسة يروحون المدرسة يسألونهم قال نحن نسألك قال صليت في البيت هنا أصبح التهاون فيفترض بنا أيها الأحبة من خلال هذه المؤس من خلال هذه المناسبات أن ننهض بوعي هذا الجيل أن نحصن أخلاق هذا الجيل أن نربي هذا الجيل تربية دينية صحيحة متمثل في نهج أهل البيت عليهم أوضل الصلاة والسلام فلا نقصر ولا نتهاون في هذه الرسالة ومسؤوليتنا اليوم بالدرجة الأولى قبل غيرنا أن نرتقي بمستوى خطابنا أن نرتقي بمستوى أدائنا أن نرتقي بمستوى كل ما يكون على هذه المنصات من أشعار من أناشيد من تواشيح أن نرتقي بها لكي نرتقي بوعي هذا الجيل لا نعيش حالة استهلاك كفا اليوم التحديات كبيرة وخطيرة فعلينا أن نتحمل المسؤولية استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين عن الإمام الرضا عليه السلام من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدم نشكر سماحة السيد محمد الغريفي على كلمته كلمة الحفر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويعطينا البصيرة قبل الفقرة الأخيرة وهي أنشودة نقرأ زيارة السيدة الزهراء عليه السلام المختصرة تفضلوا بالوقوف تجاه للمدينة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا أية الصديقة الشهيدة السلام عليك يا أية الرضية المرضية السلام عليك يا أية الفاضلة الزكية السلام عليك يا أية الحوراء الأنسية السلام عليك يا أية التقية النقية السلام عليك أيها المحدثة العليمة السلام عليك أيها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيها المطهدة المقهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نبقى مع أنشودة لفرقة أمير النحل فليتفضلوا مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد وقت تكشفه عدين 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 أفلح من يصلي على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر نبارك لكم مولد السيدة فاطمة الزهراء ونقدم لكم ثالث مشاركات فرقة أمير النحل في مولد الزهراء سلام الله عليها راجين من الله القبول إن شاء الله ومنكم الاستحسان الله سواكي من نوره الزاكي 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 يا عذبنا الروا زهراء يا علياء مش كاتك نور في دنيا ظلمة لا تغمضي عنا عليك يا نورا لا تغمضي عنا لنرتوي بضياء لنرتوي بضياء أرواحنا العطشا تريد منك سقا تريد منك سقا وعلمك مرسا نحط كل شفا أرواحنا العطشا تريد منك سقا وعلمك مرسا ما حط كل شفا زهراء يا زهراء حوراء يا حوراء زهراء يا زهراء حوراء يا حوراء الله سواكي من نوره الزاكي الله سواكي من نوره الزاكي ديارك القرآن آياتك البرهان أبوابك نبعون وحي من الرحمن فأنت عزتنا وراية الميدان وأنت مسلكنا أمن لنا وأمان أمن لنا وأمان لن يهجم دارك لو يعتدي الطغيان لا لن نحيد هنا سلاحنا الإيمان زهراء يا زهراء حوراء يا حوراء زهراء زهراء يا زهراء حوراء يا حوراء أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد خطع ثقبت أعمالنا عبد لشهراء أمان خطع أمان خطع أمان خطع خطع أمان خطع أمان شكرا